السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع كيف تشفي نفسك من السرطان والأمراض كثيرا من الناس تم شفاءهم من الأمراض المستعصية ومن السرطان هذه الأمراض والأمراض التي في الجسم ربما تزول من الجسم خلال أسابيع وذلك بتفعيل الذكاء في الجسم من مصدر ذكي غير مادي فيساعده على استرجاع الصحة والعافية وتزبيط الخلايا التالفة والأورام وترجيعها إلى أصلها الطبيعي الصحي السليم فتصبح سليمة لغاية مدة الحياة وهو الأجل المسمى وهذا يحصل بممارسة فن الدعاء والاسترخاء والتأمل واستقبال الطاقة الشافية ويكون بالتأمل كل يوم لمدة شهران ويكون بالجلوس المريح والتأمل في مكان هادئ نظيف ذو رائحة طيبة تحبها أنت أو ربما بعض الصلاة مباشرة بما فيه خشوع وراحة النفس وهذا أفضل شيء وهذا من تجربة الشخصية وهو الأفضل افتح يديك مبسوطة وارفعها على مستوى أكل من كتفيك وبكل خشوع ومحبة احمد الله واشكرا واستغفرا وكل يا الله يا رحمن واطلب من الله المساعدة في الشفاء مع استمرار التنفس العميق واثقا من الله باستجابة دعاءك وأن الله على كل شيء قدير يستجيب الدعاء واطلب من الله أن يحميك وأحسن كوة شافية لتصلك ثم أشعر بأن هذه الطاقة بدأت تتصرب لجسمك واذكر ما تريد شفاءة في جسمك مع استمرار الاسترخاء والترحيب بهذه الطاقة الشافية وعدم التفكير مطلقا بأمور الدنيا لأنه يعيك تدفق هذه الطاقة الشافية بل كن فرحا مبتسما شاكران الله كلما كنت فرحا ورافعا يديك سوف تشعر وتحس بطاقة خفيفة تدفق خلال يديك ورجليك وتسري في جسمك اغلق عيونك وافرح لهذه الطاقة شاكرا الله واشكر الذي نقل لك هذه الطاقة هذه الطاقة الشافية سوف تشعر بها كطيار خفيف بارد هادئ يسير ويتدفق داخل كل جسمك للشفاء وستشعر بالسعادة وظهور نتوءات وبروزات غير إرادية مثل حب صغير خفيف لطيف وجميل إنه يظهر على الجلد ووقوف الشعر وانتصابه على الجلد وهذا يدل على تدفق الطاقة الكهرومغناطسية الشافية المعافية لجسمك وهذا ما أشعر به شخصيا عند الدعاء ربما تحصل أو تشعر بالطاقة من أول مرة أو من ثاني مرة أو ربما من بعد عدة مرات لكن مع التجربة والتناغم سوف تعرف كيف تتصل بهذه الطاقة وتتعافى فلا تيأس كن دائما متفائلا كل شيء في الدنيا يحتاج إلى علم ومعرفة وممارسة اسمح لهذه الطاقة تتدفق واشعر بالفرح لتدفقها والتفكير بها وعلى استمرارها وعدم تغيير فكرك لشيء آخر دنيوي هذه الطاقة الشافية سوف تعمل على تزبيط الخلل في الجسم والانسدادات في الهالة إنها طاقة شافية غير مادية موجودة في الكون ومصدرها من الله يصرها الله لك عن طريق عقلك اللاواعي ليوصلها لك فيحصل الشفاء ابقي يديك مفتوحة وهذا الطيار ربما يستمر ثواني أو دقائق حسب الخبرة والاسترخاء وعدم انشغال العقل الواعي بأمور ليس لها علاقة بالشفاء أو أي شيء آخر وابقى في حالة استرخاء واشكر الله واحمده وكن فرحا ففي الغلاج المادي عندما يعرف الدكتور المرض يعطي الدواء الشافي المادي للمريض فيأخذه فيشفى في حال الشفاء بالطاقة الشافية إنها غير مادية والعقل اللاواعي هو الدكتور وهو غير مادية إنه يعرف كيف يتصل بالكون والحصول على الطاقة الشافية لنفسنا وجسمنا فيصلها بالطريقة التي ذكرت فيتم الشفاء بإذن الله تعالى إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو وشكرا